حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشامين الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيسن الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فجعل الرجل ينقلب بالرجل والرجل بالرجلين حتى بقية خمسة خمسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا معه إلى بيت عائشة فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحشيشة فأكلنا ثم جاءت بحيسة مثل القطاط فأكلنا ثم قال يا عائشة أسقينا فجاءت بعوس فشربنا ثم جاءت بقدح صغير فيه لبان فشربنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد فقلت لا بل ننطلق إلى المسجد قال فبينا أنا أنا من أسحري متوجع على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه جعة يبغضها الله تبارك وتعالى فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبنا حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرني يعيش ابن طخفة ابن قيسين عن أبيه وكان أبوه من أهل الصفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان انطلق بهذا معك فذكر معناه حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير يعني ابن محمد عن محمدي بن عمري وبن حلحلة عن نعيمي بن عبد الله عن ابن طخفة الغفاري قال أخبرني أبي أنه ضاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مع نفر قال فبتنا عنده فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يطلع فرآه منبطحا على وجهه فركضه برجله فأيقظه فقال هذه تجعة أهل النار كيف تحدثنا من فربيه كيف تحدثنا من خلال